يا أمساء خير وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة بداية طبعا زي ما اختمت حلقة امبارح مبروك تأهل النادي الأهلي لدور التمانية في بطولة دوري الأبطال بعد ما استطاع يانج أفريكنز التغلب على شباب بلوزداد وحسم المنافسة في المجموعة المنافسة على أول والتاني مطش الأهلي يانج أفريكنز اللي هتلعب إن شاء الله يوم الجمعة الجاية في القاهرة يحدد لمن هتكون صدارة المجموعة ونتمنها أهلوية بإذن الله صدارة مجموعة يعني حسب القرع اللي هتتمه بأكد مرة تانية أنه نظام الاتحاد الأفريقي أنه بعد انتهاء دور المجموعات بيتم عمل قرع يعني فكرة المواجهة مش محددة مسبقا بين مثلا أول المجموعة الرابعة وتاني المجموعة التانية لا بعد ما بيتحدد أطراف التمانية اللي هيشاركوا في دور ربع النهائي في بطولة دوري الأبطال بيتم إجراء قرع يتحدد على أساسها الفرقة اللي هتقابل بعضها فان شاء الله بإذن الله مباراة الجمعة اللي جاية ما فيهاش ضغوط وما فيهاش توتر من أي نوع مهم جدا أنك أنت تستغل عمل الأرض بإذن الله الجمهور أنك أنت هتحافظ على فرص الصدارة وبتهيالي الأهلي قادر على أنه يكسب يونج أفريكنز هنا في القاهرة طيب خلينا أقول لحضراتكم برضو يعني قلت لكم أن الجوالات انبرح جوالات شبه حاسمة هتحدد بشكل كبير جدا أطراف الصراع على التمن مراكز أو التمن المقاعد اللي هشاركوا فيه دور ربع النهائي خلينا نقول كده لحضراتكم بداية نبدأ بمجموعاتنا المجموعة الرابعة تأهل الأهلي وينج أفريكنز بصرف النظر عن الترتيب كلام اللي بقول حضراتكم مالوش علاقة بترتيب النهائي لسه في جولة ساتسة يتحدد على أساسها من أول ومن تاني لكن بطاقة تأهل راحوا للأهلي وينج أفريكنز في المجموعة الأولى مامالدي سانداونز ومازينبي قالكم غريزان ما حداكم شايفين كده الأهلي تسعة يونج أفريكنز ثمانية شباب له زداد خمسة نتيجة المواجهات المباشرة لصالح يونج أفريكنز حتى لو يونج أفريكنز خسر مواجهته اللي جاية قدام الأهلي وتمكن شباب له زداد من وصول النقطة التامنة المواجهات المباشرة تحسم البطاقة لصالح يونج أفريكنز في المجموعة الأولى مامالدي سانداونز جنوب أفريقي ومازينبي الكنغولي وخرج من المنافسة تماما بعد عروض يعني الحقيقة حقيقة جدا كان واحد من المرشحين أنه يروح لبيت في البطولة لكنه خرج وكان خروج مبكر من الباب الدايق زي ما بيقوله مع نواذيب والموريتاني الاتنين فرصدهم أربع نقاط تساو في كل شيء فبالتالي كان نصبهم الخروج المبكر من المجموعة الثانية عندنا أسك ميموزة في الصدارة أسك ميموزة في الصدارة وتتبقى فرص المجموعة دي طبعا الوداد خرج سيمبا يكفي تعادل أعتقد في المباراة اللي جاي عشان يضمن التأهل عندنا كمان بشكل بنسبة كبيرة في المجموعة اللي بعدها بيترو أتلتكو حسم كمان التأهل هو الوحيد المتأهل من مجموعة اللي جاية المباراة أو الجولة اللي جاية الترجي التونسي في مواجهة الهلال السوداني والترجي يكفي فقط التعادل مع الهلال ليضمن التأهل المباراة طبعا هتتلاقف في تونس ففرص الترجي أعتقد يعني حسابيا أفضل من فرص الهلال ولكن كل شيء وارد وبالتالي خرج النجم الساحلي التونسي برضو خروج مبكر من الباب الداية في المجموعة الثالثة عندنا بيترو أتلتكو لانجولي اللي بيقدم دايما مشورة على الحقيقة في دور المجموعات بيترو أتلتكو هو الفريق الوحيد اللي ضمن التأهل في المجموعة فضل مركزين هيتحددوا بنانا على مواجهة الهلال والترجي التونسي مركز واحد أو بطاقة واحدة هتحسم لأحد الفريقين وتاني المجموعة الثالثة أيضا لم يتحدد حتى لا طيب هقف الملف الدولي الأبطال شوية وهرجع له تاني مع ضوفي طبعا بكل تفاصيله وخصوصا أنه هتبان ملامح المواجهات المتوقعة آه لسه لم يكتمل العقد بشكل كامل يعني لسه تمن فرق ما كملوش لكن هيبقى واضح بشكل كبير جدا من تصنيف أول على أقل من تصنيف تاني وبالتالي هتبان ملامح المواجهات ومن الوارد ومن الوارد أن يكون فيه مواجهات صعبة بداية من دور التمانية لكن اللي عايز يوصل للقب ما بيهموش هيقابل مين يعني مدام قرر أنك أنت توصل على أقل للمباراة النهائية يبقى طبيعي جدا أنك تكون جدير بيها فمش هيهمك أي طرف هتقابله سواء في ربع أو نصف النهائية